السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد انا النهاردة اشتريت طماطمة علشان اعملها صلصة وفرصها علشان شهر الكريم كرسان وانتوا طيبين دولت حوالي 15 كيلو كمان فيه كمية تانية في حلة تانية هضيفها بعد ما دي تتسبك انا هنا غسلتها ونضفتها وشلت الحاجات اللي هي مسلا لو حاجة بيضة لو حاجة كده شلتها وبعد ما تسبكت اهل الجلده بتتشال بكل سهولة معايا سبتها طبعا مش هتكمل ربع ساعة بعد ما بقت بالمنظر ده الموية دي بتاعتنا اه بتاعت الطماطم احنا مش هنرميها نستفد بيها وبعد كده هحطها في الخلاط وهبدأ ان انا اضربها او لو عندك هاند بلندر هيبقى افضل علشان هي اه بتبقى سخنة تعملها وهي سخنة لكن انا استنيت لما بردت معايا معلقتين بابريكا معلقتين ملح جبار حبة فلفل اسود معلقة سكر معلقة ورق لورق وهنزل بهم كلهم على الصلصة اللي انا ضربتها وهسيبهم كلهم يتسبكوا الملح هنا يا جماعة ده يعتبر مش يعتبر هو مادة حفظة الملح بيبقى مادة حفظة بتخليها تقعد الصلصة تقعد معاك من السنة للسنة بس انتي حطي معلقتين كبار ما 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 تخفيش يعني هي مش هتتملح جامد او الكلام ده كله آآ بس بعد ما تخلصي آآ تسبيق الصلصة بتاعتك شايفين الصلصة اهو معايا بدأت تبقى نعمة بعد ما تضربت في الخلاط ده دليل على ان هي متسبكة كويس جدا آآ بص يا جماعة آآ الصلصة قبل بعد ما هتعملها في الخلاط لازم تدرب لازم ان انت تضربيها آآ تضربيها في الخلاط وبعد كده آآ تصفيها في مصفة اللي بتاع المحش يا جماعة ما تصفهوش آآ او بتاع خلطة المنبار ما تصفهوش لكن ده آآ بتاع التسبيق العادية بتاعت اي آآ اي خدار دي بتت آآ يعني دي انا مش مصفياها دي بتاعت المحش والمنبار اللي هي في الحالة صغيرة لكن دي بتاعت اي خدار معانا آآ طبعا لازم لازم تتصفه طبعا شكلها جميل دي بتاعت المنبار زي ما قلنا وبتاعت المحشي تقيلة ولونها احمر وجميلة جدا زي ما حطينا التوابل هناك حطناها هنا بابريكا فلفل اسود معلقة آآ ملح علشان كمياء رهيلة هنا ومعلقة آآ سكر تمام? وآآ ورق لا ورق. ادي انا اهو كيستهم. ده خلطة المحشي وكمان عاملة للخضار العادي ده الخضار العادي واللي فيه بزور هناك علشان مش متصفي آآ للمحشي وللمنبار طريقة سهلة بسيطة ووالله مش مكلفة خالص وما خدتش مني وقت وادي الكمية اللي طلعت معايا آآ كمية حلوة يعني مش قليلة. ترجمة نانسي قنقر